أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا أمر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيم وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معيش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم ورسلنا الرياح لواقح فأنزلنا فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكم وما آتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمع مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للبلائكة إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من صلصال من حمر مسنون فإذا سويته ونفخت فيه بروح فقعوا له سجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبَاءٍ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُلْ لِنَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلصالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيْنَنَّ لَهُمْ لَأُزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّ هُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْا مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْقَابِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوَعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبَعَتُ أَبْرَابٍ لِكُلِّ بَغَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُورٌ إن المتقين في جنات وعيون اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُهُمْ فِيهَا لَصَبُورٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ لَبِّئَ عِبَادِي أَنْدِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَاءً مَسَّنِي الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لَوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرَنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْقَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لَوْطٍ إِلْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُهَاكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَادٌ هُوَ وَمْضُوا حَيثُ تُؤْمْرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْطُعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُهُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنَّكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعَمَهُونَ فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافرها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيت وآب أصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوى ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما يقولون فسمح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين